موسيقى صباح الخير عليكم وشاهدين الكرام صباحكم ورد وفول وسعادة وتفاول مرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباحكم ورد كيف تعودتم على دايما المواضيع جديدة ومتجددة وضيوف جدد نحكيو معهم على كامل المواضيع اللي رايحين نحكيو فيهم دوران ليميشيو مع اللي ربريك اللي رايحين دايما تشوفوهم طبعا كل هذا رايحين نتعرفو عليه بلوس الربريكة النباتات اللي رايحين نبدأو بها بعد الفاصل موسيقى ايضا مشاهدين اليوم رايحين نحكيو على الفن ولكن رايحين نحكيو عليه من جانب آخر رايحين نحكيو على فن في حكاية مع الضيفة ديانا اللي هو حسن داحمن صباح الخير صباحنا أنوار برك الله فيكم على كرم الضيافة وهذه الاستضافة أكيد رقي قلتي حاجة جزا شابها اللي هي فن ليسك أنواع الفنون حالة اجتماعية خاصة رح نجوز بها وقت ممتاز أنا بياك إن شاء الله مع الضيفة المشاهدين كذلك إن شاء الله يا رب مرحبا بيك رايحانة طبعا كنا قلنا قبل الفاصل أنو رايحين نحكيو على النباتات ما كاش حاجة نقدروا نبدأو بها نهارنا كيمال قهوة سننا كيمال قهوة ونباتة صباح الخير رايحانة صباح النور وشاكلة بس صباح الحمد لله وأكيد صباح الخير للليف الكريم إن شاء الله دوز وقت مليح معنا وصبح الخير لمشاهدين الكيرم كل توجدنا اليوم إذا كنا قدنا المحوضة لا من المحوضة كما نحكي وإن نباتة نباتة على ما يظن نحتاج لعجبك نعم كما يشغمون أن نباتة تصدر لك نعم نعم هسا لا تحتاج لعنائي كثيرا نعم نهتم من أخرج نحكوا عليها نعم نعم تحلي المهم على دون البلغان نحن نحضر للليف تحدثون لذي لا يقدرون أن يخبروا بالهم الكثير من النباتات نعم نعم سيدنا نرحو عند حسن نقول له قبل ما نحكي معه وعلى حكاية التلفن سميتها اليوم حكاية التلفن لازم نعرفه قبل حسن الأسكو صباح يفطن بجان كيف نعرفك فاش ندي ماري معك؟ أنا عادي فيما يخص صباحا صباحا من الأنفر أصلا شي ما تهنا الإنسان ليس نرخوش بالزافة على كل حال وعندما صارت الفاجر ومبعث نوضي تشرب قهوة لك وتوجد راحك بشتخرج للخدمة سيطافي نرمال الإنسان يحمد ربي على أنه في الطن وراه يتنفس وعندوه يوم جديد في حياته وهذا كيفش الإنسان كينوضيج أصباح وميحمد شربي أو عايش أو عايش والإنسان والفخار غيسات القام صحة لها أنا وحبا أبو دنيا ما فيها نوض أنتك نوض هائل وصرتوك تكون جاي الصباح كومورد؟ صباح كومورد أكيد قلنات جميل ديزات من بين القنوات اللي نحبها بزاف وكاني عظيم الشرف أني جزت في ميسيون معاكم وهذه حاجة إكسيبسيوني رجيبونس للا إكسيبسيوني صدقني غير إكسيبسيوني صدقني غير إكسيبسيوني لأننا لما تخلاص ليميسيون أراك رايح نتتسيني لنا بللي اليوم أجوز تعدد لا لا إن شاء الله جزت ولا أرواح ولا أرواح يلا طيب يام دونك خليني نبدأ معك في حكاية الفن دونك لو نبدأوا بالفن قبل علاقتك مع الفن؟ يعني علاقتي مع الفن زوجتي ثانية دونك دونك كبرت عليه كبرت في الموحيط الفني وفي المجال الفني الفن أنواع بشبك المشاهد والمستمع الكريم يعرف لي الفن هو الغناء الملتزم أو الغناء الهادف أو الغناء الأصيل اللي نقدمه أنا في مجالي أو في حياتي اليومية الفن في بلادنا نرى معروف كجميع الفنون نتمنى أن نكون له الحق كما نرى في دول أجنبية أخرى ما زلنا كما أقولك نواكب العصرنا في الفن تعنا وننتج أعمال ممتازة في جميع المجالات وفي عدة مواضيع اجتماعية دينية ووطنية والموضوع تلك اليوم تخوص نصيب أبا جوستان لا تسبقني لي لا تسبقني لي لا تسبقني لي أننا سوف نحكي اليوم على موضوع الذي كنا قدرنا عليه كما يقولون طاب الغنط وهو موضوع للناس كامل نقدر أن نقول أنه ماشي 90% أكثر من 95% من ناس أعاشوا هذه التجربة وهي تجربة الصداقات تجربة العلاقات الفاشلة الفاشلة أكيد ما أقصىها من تجربة سواء لي أو لغيري أو أي واحد لا تجربة العلاقات الفاشلة من أخاوي ومحبة كيفاش دارا وكين ناس وكأننا نحن دعا سويتين هذاك حبيبي و هذاك صحيبي ولا حبيبتي و هذاك صحبتي لا أكثر ولا أقل لكنه كان نتعمقه في العلاقة و في الحب والحب له أنواع لا تحصى ولا تعد لكن الحب الواحد ليصبح اللي نتكلموا فيه إن شاء الله يتكتب ربيعنا وإياك ما هي نقاط أو عوامل قوية لحب صديق لصديقة أو صديقة لصديقتها قبل أن نذهب للحول ما هو التعريب؟ المعنى على الصداقة عندك؟ المعنى على الصداقة أول شيء هو الاهتمام الاهتمام الذي يكون مبادل نهتم الأمرك وتهتم الأمرها وتهتم الأمرك ثانيا الثقة الثقة في الصداقة يعني عامل مهم في نجاح الصداقة أو العلاقة ما بين الصديق وثالثا وآخرتها المحبة الصافية بدون الحب لا مشروط لا مشروط المحبة ليس فيها مصلحة كما نكتروا بزاف المصلحة جيادورك لم يعرفوش قيمة الحب يحبك باسك ما يحبكش لي شخصك باسكو عنده مصلحة معك لشهرتك لي مالك لي هندن بتاعك وشكي تلبسي لي علاقاتك مع الناس لكن باش يحبك أنت شخصك عارفي باللي راح تكون نهاية صلاحية في أقرب وقت وهذا شيء مؤسف 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 كثيرا يعني يعني بزاف ناس لي يعيش صداقة مع إنسان ويتغدر ويتخان ويقال فيه ما ليس فيه يعني ينسقى العشرة هذيك وتهون في لحظة في مدة زمنية زمن طويلة تا خمس سنوات ست سنوات كلما وحدا ترحق هذه العلاقة وتحيرت تقولي سبحان الله هل يا ترى أنا لغلت أنه مدت اهتمامي ومحبتي بالشخص ليس المناسب يعني هل صداقة عندك مرتبطة بفترة زمنية معينة؟ بالنسبة لي ليست لها زمن محدد شوفي بأخفوحنا نقول ونسي ونسي دي جون سيليبات انا نقول أصدقاء عزبين الانسان في حياته عنده حياته خاصة عنده الحيات الخاصة وش فيها فيها خدمته فيها العيلتاو فيها ليبارنتاو فيها لزامي أنتيمتاو فيها ليقول لك ترافيتاو لكن توجه ونجمع هذا ونحط هذا الصديق هذا الصديقي ينسيني في عالم مشغول يعني الوقت الذي يراه كما أقول لك أنني نمضيه تتلع جوغني في ضغط لكن كنقسر مع صديقي يهون علي هذا التعب ونتفكر بلي حنجوز أوقات ممتعة نحكي له ويحكي لي ينساريه ويساريني إذا كان عنده هم هو يوضيف همه الهمي ونتقاسم الهموم إذا كان عنده ضيقة ضيقة الخاطر دياله يعني نتقسمها مع بعض الصديق في وقت شدة لازم يكون يكون كتفي يكون درائي لي من يكون إنسان ينسند ليه يكون في أمس الحاجة لإنسان يحب يسمعني ويحبي يبدلني شعور لكن ما نقولوش ما نعموش هنا كان بعض الصداقة لي نجحت كان بعض العلاقات كان بعض المحبة لي نجحت لكن أغلبها يقول لك ما أجمل الحب في البداية لكن نهايته هو خيمة عند الكثير ما أجمل الصداقة في البداية لكن نهايتها مؤصفة وهذه في وسط الجمال والغضر هناك قصة قصة طويلة بس صح ما تشوفش أنه إحنا اللي مثلا نمد للعلاقة هذه أكتر من حجمها أكتر من حجمها ونمد طاقة أكتر لهذه العلاقة وممكن الطرف الآخر يكون عادي متوسط في علاقته معنا وبعد في الأخير لما تنتهي العلاقة بي 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 كما يقولوا حكاية مرانيش حابينها نقول لهم مفروحنا نقول لهم مفروحنا لذلك الغلطة بدأت مننا الغلطة بدأت مننا لماذا؟ بسكو نحن نعطي العالمي للقلب أكتر من العقل نحن نحبه بقلوبنا نحبه إحنا باقلنا الله كي تحبي إنسان من قلبك وتكون محبة صافية ولله أزا وجل وما عندكش مصلحة تلقي القلب تاك وريدك فهمت؟ بسكو عاطفة فقط عاطفة كي تحبي إنسان تحبيه بأخطاءه بأخطاءه تحبيه بالعصبيتها تحبيه بالجنون دياله تحبيه بكل عاجة فيه مضرة يعني بسكو علاش تحبي إنسان من قلبك نحبها السلبيات تقول لهم تشوفي غير هذيك النحية الإيجابية يلو كان غير شوية تحبيه بالنحية الإيجابية عندك حاجة إيجابية وحدة هذيك الإيجابيات محكاسية تحبه على كل شيء لكن هناك ضغط، شوفي، هناك حب صافي وهناك تعلق المفرد أنك تعلق بإنسان تعلق مفرد هذا يدخلك في اكتيار ويدخلك في حالة نفسية رغم سوء المعاملة تعترف الثاني لك لكن أنك تحاول تقبلها بصدر المراحب والمشكلة التي فينا هناك نحبه نحن يولي فينا طفل الصغير لازم يلعب أباك تقول لي في عدم تبهلل ديش مع حتى في داركم في داركم مع أقرب الناس لك خالدك صحابك هذا نظامي عادي لا تستطيع أن تكون طفل صغيرة أو طفل صغير في وسطهم لكن لا تستطيع أن تحبه طفل صغير تعامل معه بأسلوب نرى فقط في علاقة الأم مع ابنها تقولي طفل صغيرة لأن هناك بناتهم لا نستطيع أن نقوم بالتعامل مع ابنها مع علاقات أخرى ولكن هذه هي العلاقة الوحيدة التي نستطيع أن نقوله أنها حب لمشروط حب لمشروط ثم نرى أنه الأم تقدر تولي في عمرها عامين ولا عام قد ولدها عادي وتلعب معه وتلحق لحتل لاش دياله لذلك هذه هي النقطة التي أريد أن تلحق لها وأنا أريد أن أقول لك شيء سأقصيك حالة هل الحب سيأتي فجأة أو أنت تصنعها؟ هل الحب يأتي فجأة أو أننا نصنعها؟ ممكن أن تصنعها مثلاً كيف تقدر أن تصنعها؟ نرى أن الناس لا تعرفك عندما نرى إنسان قلبي يهرب منه ولكن لما نقعد معه ونحكي معه وممكن قسرة تجيب قسرة وهدرة تجيب هدرة تتكون هذه العلاقة بناتنا أريد أن تكون هذه العلاقة تقدر تولي حب هذه الحب الصافي أنا ما نقول؟ نقول برفواء تشوف إنسان هكذا تشوف إنسانة لا نقول تفوت ممكن تشوف إنسان هكذا وتحبيها أنا نشوف جستما ريحانا نشوف الإنسان ريحانا اللي راي تحب فقط حول السوجة وما قدرت تشتوت تقول ناريها فيه ريحانا ما رايك في الصداقات؟ تأمني بالصداقة تأمني بالصداقة الحقيقية عندك أصدقاء حقيقيين صديق صديق كيمال صداقة اللي كان يوصف فيها ذلك حسنة صداقة مش سعى المصلحة صداقة الحقيقية طبعا أنا نشوفه يعني بالصداقة في الوقت الحالي ولت بزاف كاينة مصلحة ناريخ الله فيك سلامك ولت بزاف كاينة مصلحة نادرا ونتلقى يعني صديق اللي يكون معاك بدون حتى حاجة لشخصك انتي ماشي 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 حاجة بالك انتي بالك كما قال الشهرة بالك بالك الحاجة اللي يتم بلكيه من دي أوز أنا كانوا عندي أصديقة ولكن يعني بالك مش تفارقنا لأنه بلك ما مكاش مصلحات فارقنا لأنه الدنيا فرقتنا اللي غالب مي كانوا عندي أصديقات ماشي معنت هذه الدنيا فرقتنا الدنيا فرقتنا كالدنيا فرقتنا بانسل هل ما تكون لديك انشغالات هل ما تكون لديك انت ذويقين هل زخين تدخلي في عمل لغالب كما قالك الوقت تتوقعين لا يسمح لك كما قالت تكون على تواصل دائما على الأصدقاء تتوقع لك لكن ملح في بالك الأخطرحانه لديت تحبي صديقة وتكون اقرب بالنسية تقدر تشكيلها اهمومك يعني وتعيش معها يومياتك على كل حال راح تبدل نظرة عكب لكن احتمل انه لم يسبق لكش انك تكوني على علاقة مع صديقة مقربة تكون اختك يعني لما تقدرش تسيري انت اختك تسيريها هي انا امي امي صدقتي لوحي امي احنا احنا رجال يعني من اجوش بزا في الضار من اجوش بزا في الضار اوني بخوش لان دول اتخسس سواء مع امي فخي غلام يسير غلام يسير غلام يسير اي فريمو وساكين بعض الامر من قدرش نحكيهم لي ما قدرش نحكيهم بخوتي تحكيهم الانسان لي يعرف نقطة مضضعف ديالك نقطة مضضعف ديالك كان اسرار البويوت اسرار والصديق اسرار حافظ اسرارك حافظ اسرارك احنا كنت تكلموا على الصداقة انا ما اتمنى ما اتمنى هاش يعني اي واحد انه يعيش اكسبريونس تصداقة محبة لشخص معين وتكون مفرطة كما قلت انت توجوك كما حكينا في الكواليس كما قلت انت قلت كلمة شابا لديك 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 نفسي في حالة انه صرت لك صدمة مع الصادق اللي كنت تحسبه مقرب لك انا هذا سي سكو جابل انا يا في العلاقات ديالي سي لغباك هذا هو اللغباك لازم تخلي اي علاقة كانت يجب ان تخلي اي علاقة من غدوة من غدوة لا قدر الله يقدر هذا صديق ما يغلطش فيك ممكن ما يغلطش فيك او زوجة او زوجة او مانش نحكي وغير على صداقة يقدر ربي اللغباك احنا تخلي ايك دخلهم في اكتئاب نحن نتحدث على التعلق تعلق المفرد ما هذا يعمل انا قلت التعليق مع مراك وين راحت ما قلت ليش هذا هو التعلق المفرط يدخل الإنسان في حالة نفسية مثلا تلاقيت مع صديق لي كيف سوف تلاق مع الإنسان ومتلاق معي ومتلاق معي وما قلت ليش وما يكون هذا الإنسان يقول يحسبك على الصدقات الأخرى يعني بصريح عبارة حمد ذيرين أنا أقول هذا سيدي جياح هذا جياح وكأنه رح يركب لك في الضغط نفسي حتي وين تريد تشوفها ميصاج مين عنده تترضقي ما تقدرش أوف إذا تبعينت لي ميصاج وين رأيك نحن مرش تكلموا على العلاقات المفرطة لدرجة الغباء أنا بست غبيا يا أخي لدرجة الغباء نتكلموا على العلاقة اللي انتية تبيني اللي تحبيني وانا نبين باللي نحبة ذيك لابا يقصون تلعبيني رولتائك حتي وين تحبيني الأوسكار وين تتترجعيني أنا نصدق باللي الصح أنت تخمي فيها وانا نخمم فيك هذه كما قلت تحكينا في الكواليس الزوجة مع الزوجة دي صبحان الله شوفي أنا هنا حاجة نقولها نقول صبحان الله كين بعض العلاقات الزوجية اللي يكون بنتهم ذراري عشرين سنين زواج ويكون كين طالق صحيح هتك المحبة اللي كانت بنتهم ونتائج الحباسي بيان ولادنا يا أخي هم بادي صارت ديفورس أربي صبحان الله الزوجة يعطيك القدرة عن نسيان وتعامل مع الموقف اللي ركي فيه والحدك اللي صار عليك بكل سهلالة هذي بقدرة تربيص محنوه الزوجة أنا أرش أخدك بلي كين بعض العلاقات تكون ما شاء الله جميلة ونهايتها وخيمة وكين بعض العلاقات تكون طيبة وكين بيدي أمنت وإنسان يأمن بقدرة أربيص محنوه الزوجة لكن الغدر والخيانة أصعب شي غدروا الخيانة نحكيوا عليهم بعد الفاصل أكيد مشاهدين الكرام بقوا معنا نروحوا في فاصل صغير باش نروحوا الله ويبغيك تعريحانا نعود أن نرجعون عن ضيف دونك ريحانا ريحات حكينا مباشرة عن النباتة اللي جبتها اليوم اليوم للأسف النباتة معيش حاضرة معنا ولكن رح يشاهدوا المشاهدين رح يشوفوا الصور اللي جمعناها باش يتعرفوا على هذه النبتة اليوم النبتة هي نبات جلد النمر أوكي وكيين البعض اللي يسموها نبات الثعبان اللي هي اسمها العلمي سان سيفيريا هي من النباتات الداخلية يعني الديكور الداخلي للمنازل نستعملوها سواء في الصالان ولا في الغرفة ولا في المطبخ والحاجة الشبه فيها أنه هذه النبتة مقاومة يعني الظروف المناخية سواء البرودة ولا الحرارة ولا حتى الرطوبة تقدر تقاوم يعني تصمد ما ما تتعاليش فيها مثلا وتسقيهاش وتقاوم الناس لي ما يتعاليش فيها مثلا ما تسقيهاش لمدة عشر أيام هذه أبي أعلى ما أظن راح تناسبك خيب يا ملحك تجيب النباتة تسهلية مثلا الاسم جيلة اسمعتها سمعتم سحجيستعليش جلد النمر ولا نباتة الثعبان يعني في اختلاف ولكن احنا ما نعرفوش انه جلد النمر والثعبان ما عندهمش هي شكلها هي خضراء وفيها فيها نقط بالأصفر يعني شغل منقطة خليها في جلد النمر وكذلك انت في كبتا الحال عدية مش راح تتبني عند النبتة على كل حال بصحل احنا اشتاني دورتها وعا موطنها الأصلي هي طبعا موطنها الأصلي من إفريقيا الغربية الاستوائية يعني كما قلنا سابقا في الحلقة اللي جازوا انه انه نبتات اللي تكون من ملاطق الاستوائية تقدر تتأقلم مع الاجواء العادي يعني عندنا يعني هذا النابت كان هذا النابت عفوا هذا النابت من عائلة الصباريات معروف انه الصبار يتحمل الظروف المناخية ولا حتى انه منسقوش ولا ما نتهلوش فيه يتحمل عادي وهي من بين نبتات الأولى اللي نصحتيني بها قلت يجي بالصبار قلت لك الصبار ولكن هذا الصبارين تقريبا تكون الشكل يعني الشكل ولا الحجم صغير هذا النابت يقدر يعني هي وفيه أنواع عندنا النوع أنه تكون الورقة طويلة يعني يعني شكلها جميل جدا للديكور وعندنا أنواع ثانية يعني جيس أصغر نقدروا نستعملوها في محبس ولا إساس صغير فوق طاولة ولا في المكاتب يعني نقدروا نستغلوه في جعل والشيء الجميل فيها يعني من غير شكلها الجميل أنه تنتج الأكسيجين يعني على غير النبتة الأخرى أنه تنتج ثاني أكسيد الكربون وتنحن الأكسيجين هذه النبتة تساهم في تنقية الجو والشيء الثاني عليها أنه هذه النبتة من في الليلة تنتج الأكسيجين يعني ما من تكون في غرفة النوم ما راحش ما راحش تكون ضارة لنا يعني شفي شكلا جميلة وما من لا تنقية الجو يعني ضربنا عصفرين بحجر واحد أكسيج كامل أكسيج كامل أكسيج كامل كي حكيتي اسم حبيق لتقفل عليها وتخليها في شون براء هي مش تقفل عليها كامل لازم يلحقها الضو أوكي ضاكو يعني الضو مش مباشر مش ضوء الشمس ولكن إضاءة عادية يعني في المنزل ولكن تكون شوية تهوية مش نغلقو عليها كامل بعد تموتنا وما تتعليها مش تحس محلي انت كتر مني انت كتر مني في النباتة تقاتلوا عندها الأكسيج جين لما نغلق عليها أنا مصرق يخط لها معني تعليك على كل حال عمليم مش قلت تغلق عليها النامر والأفع عمي عمي هما تخاف الدور عليك يعني كما قلنا من أفضل النباتات الداخلية اللي تساهم في تنقية الجو نضاك عجباتك 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 لا تحطف كامل لكي ما قلت لك في جعل الدار تسكفيها ما من الشي الجميل انه بالك عندنا حاجة جديدة انه نقدر نضيفها كهدية مثلا كصديق تدلوا هدية هدية يعني مثلا نبتة كهدية بسهلو كان تموت لك فضاء لا لا شوفي احنا وش قلنا كي النباتة تحتاجوا عناية كما أنتي لازمنا نبتة تكون ما تحتاج عناية كبيرة يعني مثلا صديق هدي صديق ونبتة نبتة يجبوا لي صبار هدية شغلو بشوك هدية نكون شوية نكون شوية مخالفين يعني الاختلاف غلائي من مثلا فكرة ممتازة تقدمي هدية نبتة وش كونزا ما يقدر كلمة النبتة كهدية لا ما ممكن تتحلط مثلا صديق يحب النباتة ذوك أنتي تحبي النباتة ولكن ما تقدر لازمتها لاي فيها صح تقدر لازمتها تقول شو في إذا جبالك هدية ولا تحب لازمتها لاي فيها بالك تقدر تكون مثلا هذا الصديق كما قلنا مقرب لك ولا صديقة تجب لك هدية عنبتة تشوف مثلا درجة ذوك هدية مدام عفوا هذيك الصديقة مقربة لك بزاف وتجيب لك هذه الهادية تتحلي فيها نحن هذا هو يجب لك تتجاوزي أنك لا تتحليش في النباتة صحيح نحن بالتقل الغلاوة تحتاج لإنسان تتحلي هذه الحاجات ملاحة 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 نحن 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 كما قلنا هذا النبات نقدر نقوله باللي يطرد هذه الثاقة كما قلنا نقوله دايما النباتات واللون الأخضر يدير طاقة إيجابية مما هذا نبات يطلق الأكسجين نحن 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 راحة في البيت نشوف نحن الانتعاش الجونقي تجاه الكلار تجاه 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 الانتعاش انتعاش على ملاحة تجاه ملاحة حتى في الصالون تجاه 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 ملاحة حية حيية تجاه صحيح يقول بل هذه العل يهتم بالنبات كيف تفهم أو محبز فخار نقدره مثلا يكون إيساس صغير نحطه في كديكور فوق المكاتب أو طاولة نضيف له شوية أحجار شوية ألوان هذا يعني يعطي ديكور شباب ويبعث هذه الطاقة صحيح الطاقة إيجابية تلقي بزاف ناس يديروا ديكور بالنباتات محبز شباب يدير لونة في الأعداد السابقة أنه c'est la tendance la tendance محبز اللامحة مثلا يدير لك شباب لكني يمنح أحضر أغلب أحضر عن المحبز سيكون سيعمل يكون ديكور بزاف شباب لا أجد لك شباب أنا لست لك شباب ф هاااااار يجب أن تكون سيعمل نو تقدر تقدر دير حيت واحد وتعلق فيه بعد ذلك كائن ميليون فاسون تعلق نابات أجد فتزار كائنين كائنين هذة لكي تحطي لهم داخل النباتات التي يأتي معلقة يعني تكون مع القفل في الجدار ولا في النافذة عندنا يعني أيضا أنه هذا النبات لازم نسقوه في الصيف يعني رأي معتدل السقي معتدل هذا النبات يعني كما قلنا يحتمل الجفاف لمدة عشر أيام يعني حتى عشر أيام تقدرين ما تسقيش ما حصره لوالو على عكس النباتات الأخرى لما يكون جفاف التربات تصفر لنبتة ولا تموت كما أنت يا ماذا بللي بكم ما تسقيش عشرة أنا قلت لك بللي هذه النبتة ستساعدك عشر أيام سافة نقدر نتفكرها في عشر أيام نحن نقولها عندما تلحق عشر أيام نقول لك نزيد ونعر ونشوفه شفيرة تموت ولا لا لا معقدة يا أخي هدنا لك سوسبنس أجل نتفكرني ولا ندر قابل بللي لازم نسقيها نقدر هذه النبتة يعني الشيء ثانيك الجميل فيها أنه سريعة التكاثر يعني نبتة وحدة لما تكبر من يعني في التربة تخرج الجذور من هذه النبتة تتقسم ونخرجو نبتة جديدة يعني وتقدر إياه تغرسي هذه من نبتة الأم ندو يعني الخلفات الأولادها ولا ندو من العرف يعني ولا من الورقة تاع هذه النبتة ونحطها في الماء لما تخرج الجذور نغرسها في التربة سبحان الله شوفي ولا تنغرس يعني في الخريف ولا في الرابع يعني ذو كان الآن ما نقدروش نزرعوها ما نقدروش نهدوها يعني تقدر تكون نبتة جديد نابقة يعني كبيرة نقدروا نهدوها ولا نقدروا مثلا الجار يعطي الجارو وذو كان ما في الخريف ولا في الصيف بش تبدأ عملية تكاثر ممتاز كي قاتلك تنقل غي سامو تشترى البرتاج تعلق الشامبيني ولي ناكله دجا حببك الشي يديرو اللي حكموا بابيجينيك هذك يديرو الداخل كيس ترانسبرون تفاصل بارضون يدفو الماء يدخلوا بابيجينيك الداخل ما يشنك بان كومي يدفو هلو يرفضواتك البابيجينيك يديرو الداخل الكيس ترانسبرون يرمو البودور شامبينيون ونطرقها الكيس كيف يزرعوا بدون تربة سهلا سهلا كأن نباتات يتعيش في الماء حكينا عليها في الأعداد الماضية حكينا عنها نباتات كما ساق البامبو يعيش في الماء في الماء في الماء يختاروا عجل جدد عندي أيضا من الحاجات الإيجابية في هذه النبتة مثلا مثلا الدهان الحيط أو الأبخرة البخار التي يكون في المنازل هذه النبتة تشبذ كل شيء ليس مليحة في البيت تشبذ الكربون وتشبذ البخار المنبعث ليس مليح وتعطينا الأكسجين يعني تنقينا الجو بدرجة كبيرة مليحة النبتة هذه هي شكلها شوية أحبها جسوة أحبك شكلها شكلها أطول الأوراق وشكل أصغر وكما قلنا كدكور نحبك أحبك أحبك نحبها جسوة شفت بل المحبة يجب أن تكون فيها مصلاحة أنا أحبت نبتة لا يجب أن تشبه لها عناية تشبت بل الإنسان ومش فيها مصلاحة لا لا مثلا كالنبتة اللي فيها سوموم ولا فيها كما قلنا في الأعداد السابقة كالنبتة اللي فيها مواد كيميائية يحضر بالصحة كما هذا النابتة سبحان الله شكلا ومضمونا جميلة أطول أن تجمع بين شابينغا شوية نادرة كما فعلنا الصدقة كما في صدقة كما في صدقة أصدقاء أولادهم نحن نبتة أصدقاء أولادهم كما كانت أصدقاء أولادهم كما كانت أصدقاء أولادهم كما كانت أصدقاء أولادهم عندها حكمة نحن نصدقاء أولادهم نحن بلد في هزن ml يجب أن تشريها صغيرة يقول لها النقلة يقول لها كبيرة شوية تقولوا أن نربيها وتربيها وتكبرها وتجبها لها تقولوا بيها ألو جيبوا زمن ضطخ هي تتعايش مع النباتات نحن لا نعلم هذه التجربة في حياتنا يمكن أن نبتت تحتاج عناية وكي نبتت عادية مساكن نستطيع أن تعتمد على نفسها تعتمد على نفسها قليلا أن تستطيع أن تعيش وحدها لا تتعليش فيها ولكن شفيه سبحان الله لا تتعليش فيها ولكن هي تكون سخية تعطيك الأكسيجين تنقي لك الجو تنقي لك الهواء لا تتعليش مصلحة لا تتعليش فيها لا تتعليش فيها حتى في العلاقات الأمور تمشي بهذه الطريقة لي متكلش ولي متكامل طاقته في العلاقة هو اللي في الآخر يكون خسرا هو اللي يكون خسرا ولكن شفيه صح يكون خسرا ولكن رب العالمين يكون كبير أكيد الحمد لله الحمد لله رحمة ربدي ونسأل الله أخلاص أنا ما أظن هذه كل المعلومات مدي تتكامل مع المعلومات أعياتك صحة المرة إن شاء الله بإذن الله لما تكون يعني يكون الوقت سعالة تكاثرت عنا بتهادية يلا مرسي بقيتك صحة ريحانا معلومات ممتازة ريحانا والله بصريح العبارة أول مرة نسمع هذه المعلومات نقولين تبعك عبارك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله أي إحنا نروح وفاصل صغير باش وقولولك باي باي ريحانا وضيف دياني ما زالوا متواجد معنا نروح وفاصل صغير باش نستقبلوا إيماننا أعود لكم مشاهدينا الكرام ونروح مباشرة عند إيمان ونجبنا فيها كل حاجة رهي الدور في ماشي كل حاجة احنا نسيلكشونا الحوايج نخيره نخيره الحوايج اللي رمي دوره في غيزو سوسيو واللي يهمونا طبعا أول شي نقول لك سبع الخير وشراكي مريوما سابا الحمد لله سبع الخير على الضيف الكريم مرحبا بك معنا وسبع الخير على المشاهدين اللي را هم يشوفوا فينا مشاهدين اللي را هم يشوفوا فينا حبوا يعرفوا وش دوبتنا البداية مريوما راح تكون بالفيديو اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي واللي اصناع الحادث عبر رواد سوشال ميديا وإنه لتعاطف كبير بين الناس واللي هو اللي شابة جزائرية صنعت الحادث بالموقف الإنساني ايه وانتلاقت صدفة بامرأة مسنة يعني عجوزة تلاقت بها كانت فادك البرد الشديد تحت الامطار ما كانتش لابسة مليح ونحات يعني معطة فتحة ومدته لها لها كان في قمة الإنسانية والرحمة ويعني موقف يمثل الامرأة الجزائرية وطيبة قلوب المسلمين موقف إنساني موقف إنساني على الشعب الجزائري خاصة تغير مجرى أفكار خاصة من أرباب الأموال هذي شابة صح نتبع في الغيزو سوسيو تصرف إنساني وعندربيسي بينا حاجة كبيرة ونحن رأي تواعي وتحيي بعض القلوب أنه نحن رأنا في الدفاع أي شيء الحمد لله هنا قلونا نشربون مكين لأخمت العيش ما عندوش يصاب خيزانت هذه العجوزة كيف كانت لابسة هنا قصيرة رجليها جامدين كيف كانت لابسة هذه العجوزة ونعرفت كيف تبدأت تجد البسة والبرد هذا نحن نقولوش باللي العمل الخيري حيكون بينها وبين مولاها هالشي باي نربي يرى ويشوف وعلى باله هي مكانش مخططة على هذا الشيء هي أصلاً ماشي هي اللي خططت وماشي هي اللي قاتلت ومشي اللي قاتلت فيها كما أقول لك الناس بزاف تصرف هات تصرف ماشي في نفس الحالة في حالات أخرى في حالات أخرى هذي نحات اللي في صبرك ولبستها وقبل كبير مشي عليها هي على الفعل مش هي كشخصية يعني على الفعل لكن المشهد كان مؤثر لدرجة أنه شفنا حالة المرأة أكثر من التصرف تعالى نطفلها أنا تقدري تكون انتية تمشي في طريقة تشوفين طفل صغير المسكين ماشيين ما بلا بس تقاشر ولا تروح يتديه تلبسيله تقاشر وصبات وعباك يا ربي ينزل عليك واحد الشعور في هذه الآوينة هذاك ما وكأنه راح ما طاحتنا عند ربي سبحانه عندك على شغل الخير كيتديرو انت اللي تستفاد منو أكثر من هذاك كما قلت انت يا لشوسات ولا اللي شريتهم لهذاك الإنسان ترى حالة اجتماعية خاصة وتلقين اميرو تليفون وترفدي تليفون وتحكي ما اكملت الحالة وتقول لها أنا جي سوي بخات ولا جي سوي بخي باش نستكلف زع ما قولوا بتي زنفان حباك كي تروحي ديجا تقول مي بلوها جفي سرية بينكم ينبس موتعودي تقول لي كي مرقدتي البارح ماشي كي مح ترقدي اليوم والله العقد انكت حطي راسك فنخدها ديجا سعادة لي شعر بها هدك المتصدق المتصدق كتر من فرحة لفرحة الإنسان هدك ببدوك تبكي بينك و بين نفسك على أنه درت تصرف شباب وموحد مع البارو به بينك و بينك لكنك تحطي راسك فنخده ولا غير تبكي تحسي باللي ربير وراضي عليك كيف فهمني درت تصرف في محلو ومشي موحل يكون هو السبب باش يفتح لك باب من أبواب الجنة كما أمور مثل هذي تقدر كي ميقولوا تحنن القلوب أكتر سوف غير قولوا ما يفوبان تصوروا مع كل شيء فبان نصوروا الناس مع كل شيء فبان نصوروا الناس ميضيفوا كي نديروا مثل هذي الأعمال الخيرية سبين أنو نفكروا الناس شوية نفكروا هذو الحاجات اللي لازم ننشروهم باش يقتديوا الناس بيهم بارك الله أفيد نشوفوا مريمه بعد التعليق اللي كانت على هذي الفيديو عن التعليق الأول اللي كان لآمن الحمد لله على الرحمة في قلوب عبادك يا أرحم الراحمين فحلى ربي جزيها كل خير تعليق الثاني اللي كان لإسماعيل بارك الله فيها بنت الرجال أحسن ما فعلت أجرها عند الله ياسين الحمد لله على نعمة الإسلام والتربية الحسنة ربي يحفظك ويساعدك ويوفقك في حياتك يا رب العالمين هذه هي تعليق كامل إيجابية وتشكر وفي الجنة تحشر إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تبعني حمد حمد يعني عنده بدا سنوات هنا في الجزائر ومؤخراً أصبح صانع محتوى سياحي يروج لكل ما هو جزائري يعرف بكل مناطق الجزائرية الأكلات الجزائرية على الطريقة المصرية بلمسة يعني يهضب فيها بالدرجة شوية درجة شوية مصرية شوية درجة شوية مصرية مؤخراً شر صورة لها بحسابه على الإنستغرام بين مناخين مختلفين يعني في الثلج وفي الثلج في الثلج وفي الثلج ألي انتبع يتبع أفغامو أكتوف مو قد يلعب أكتوف يعني ماشي كوبية أمور اللي راهي ضايرة في الغزو سوتيو دار تعلينا كامل وجست تعلينا كامل هذه الأمور التي تستوجب أو تدعي أنك تعطين اهتمام لها كيف أهمك؟ صح كما قلت أنت السلام في مصر أو يوتيوب صاحب صانع محتوى صاحب صانع محتوى كيف تشاهد بلادك وتشاهد بلادك سيدي جابو كوكرا عندنا بلادنا ما شاء الله غنية بثروات عندنا ثقافات عندنا تقاليد عندنا الحمدو الله نفتة أخر كي تأتي براني عندما يدخل بلادنا يقول لك في جزائر هنا كنت أذهب إلى إليجيبت أولا عندما يقول لك الأهرامات و البيغاميات وكثيرا جينا حاجة شابة تسيبري التاريخ الفراعينة والمصريين طبعا كيف تدخلت كثيرا يشوف بركة كما قلت انتياح حالتين في نفس اليوم في نفس اليوم وهذه تفتقر لها الكثير من البلدان الأجنبية صح وكان علق على هد الصورة بينهما 48 ساعة فقط في ولايتين مختلفتين إنها القارة الجزائرية يبعا الحمد لله قارة نشوفوا بعد تعليق مريم اللي كانت على هد الصورة عن التعليق الأول مثل ما حبيت الجزائر وشعبها البسيط فنحن نحبك في الله وأدعو الله أن يحفظك وأتمنى لك الرقي والنجاح في حياتك تعليق آخر لي كان أهلا بالناس المحترمين المصريين المحبوبين عند الجزائرين بدون منازع محمود إبراهيم حجازي ومحمود وعفو رحل أسم رحل أسم رحل أسم كنا شفنا مؤخرا مريم مع إبراهيم يعني كان شاف أول مرة التلج والأجواء التلجية عندنا هنا في الجزائر من فيديو تاعه يعني كان صناع الحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي انتقاق نروحوا له حدث آخر أو تصريح لمدرب المنتخب الوطني عبد المجيد بوغرا ونصرح مؤخرا إذا فازوا بالكأس إن شاء الله بلانباليش ما شفهاش هذه سيحمل الكأس والد المرحوم بلال بن حمودة رحمة الله عليه رحمة الله هو اللي سيحمل الكأس إن شاء الله تكون مربوحة على الجزائريين إن شاء الله هم اللي يفوزوا الكأس ويعني يستحقه إن شاء الله يا رب نذكره فقط أنه المنتخب الوطني الجزائري كان فاز بخوماسية كاملة على المنتخب النيجي ولي رح يقابل فيه النهائي المنتخب السينيغالي النهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين الشان لي رحوا يجرى في بلد الشان طبعا وكذلك الشيء الجميل تم تكريم الصحفي المرحوم ما قلتها شاري؟ عائلة الصحفي المرحوم التوفى مؤخرا حمزة بركاوي وكما تكريمهم بين طرف؟ أخي داروا غصاموا في الغيزو السوسيو بلتكريم عائلات كي في المرحوم برغانسي تراخي كرموا العائلات الصحفي المرحوم وهذي كانت يعني سبحان الله في كل حالتين داروا كرموا هذا الجوار اللي توفر برحمه مباشرةً بعدها الصحفي خبسكو الصحفي أصب وفتعوه كانت واضحة وضوحة الشمس كان في مجال كرة القدم الجزائرية كان في تغطية كان في تغطية إلى إفريق قالوا غرب يسمحونه عز وجل أمن توبسكو كانت ساعة محددة كما يقول لك احنا قاعد نفلي شرعي جاي في طريق مزام الحق حتى واحد فينا كل واحد عنده ساعته وخاف ما اخترق الله ربي يرحمهم كامل ربي يرحمه يرحم كامل يلا وكان مهن رئيس عبد المجيد تبون المنتخب الوطني المحلي لفوزه بخماسية كان درد تغريدة عبر التويتر لعلق فيها مشوار مشرف وتأهل عن جدارة ألف مبروك لفريقنا الوطني ومدربه وتعقيمه وكل من ساندهم تستحقون ألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري وإن شاء الله المباراة النهائية راح تكون كذلك لي صالح الخضر إن شاء الله إن شاء الله نروح لآخر ترند وهي صور صنعت الحادث عبر موقع التواصل الاجتماعي للهندية بيريانكا تشوبرا وين بينت وأظهرت أول مرة الإبناتها بعد عام من اللي زادت بينتها للوسائل الإعلام والرواد سوشال ميديا وكانت في حفل وكانت في حفل وكانت منتعلم بصير بلون ديراشر لن تخبرك لن تخبرك لن تخبرك لن تخبرك هاشتاغ اليوم من تقديم الضيف ثوناء نعم نعم هذا مليح نجد أحد يتابع لنشاركنا 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 هذا هذه كانت آخر صورة لنشاركت الحادث عبر موقع التواصل الاجتماعي شكرا إيمان يادك صاحب نعم لنريد لن تجعلنا لن تسمعون لنشارك وكانت تفقدم نعم لن تستطيع التعديد لن تستطيع التعديد إذا لن تحتاج المدوعة لن تحدد المدوعة لن تسمعوا ماذا تسمعون ما يوضعت نعم نسمعون العامل الجديد نعم تحكينا عليها قبل أكيد بالطبع ما فهمتك شو أنت درت حالة فيها وبالزربة مشيت ما فهمتك شو كولي تتحكي عليها والمحبة نسيت كل يما كنت شخوية أنتها كل طريقة تمشي معايا كسرها حلوة عشرة ومرة واللي قالوا لك عليها دار وروايا حنا تكلمنا في الغنيا تكلمنا على غضر الصديق يكون عندك صديق مقرب وبعد لطيلة سنوات تنتهي العلاقة بأتفى هالأمور كما قلنا يعني وكيفش تكون ردة الفعل للأصدقاء اللي كانوا مقربين وبعد تفترقوا لحالة نفسية تحهم يعني نسمعه العملي أول مرة علاقة نجيل دي زاد وفي برنامجك التاريخ صباح وكم ورد نسمعه يلا نسمعه العملي حالة نفسية تحكم بشكل مقربين ومفهمتكش وانت درت حالة فيها وبازربان مشيت مفهمتكش كيموا لي تحكي عالية والمحبان سيت مفهمتكش وانت درت حالة فيها وبذربا مشيت مفهمتكش كي يقولي تحكي عاليا والمحبة نسيت كل ما كنتش خويا انت يا كل طريق تمشي معايا كسرة وعشرة حلوة ومرا واللي قالوا لك دار وروايا كل ما كنتش خويا انت يا كل طريق تمشي معايا كسرة وعشرة حلوة ومرا كنت انت ولدت دار واللي قالوا لك راهم خدعوك سهل المنكر كي يندان وتفقد ناس اللي حبوك كنت انت ولدت دار واللي قالوا لك راهم خدعوك انا تمنيت اجي واتبوح كن قادر انت داوي لجروح الدنيا فانية وكل شي روح الدنيا فانية كلمات اغنية رائعة جدا ما خلتني شوش نقول لكن قدرت نروح فاصل برا نحن فاصل مشاهدين الكارون ونعودين مرتح عليك نحن نحبو بكم مشاهدين الكرام في بلاتو صباحكم ورد ونقول لكم انوا ممكن تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وننروح نستقبل مباشرة ولأول مرة في بلاتو صباحكم ورد لينا صباح الخير ماريه مشراكي سادور نحن نحبو مع الملول بالضيفة تعنا شرفتنا بالبرنامج ونحبو بالجمهور بالمشاهد الكريم المشاهدين نحن محبين يعرفوا لاهو بغي قتاءة قبل على مجح نحن فلاهو بغي قتاءة احنا هدو على علم النفس اللي مشيجيه جبيناكم بالسوجه جديد احنا هدو على لغة الجاسد لغة الجاسد هي هدو الحركات اللي نديروهم احنا كباشر اي وحد يقدر يدير هدو الحركات لإرادية قدرة تكون في تعبير وجهنا ولا يدينا ولا حتى صوت تغير طريقة الجلوس تزالنا أكيد هذا الشيء سيجعلنا نعبره على لو شنا حبي والشخص الآخر يفهمنا من خلال هذه الحركات عندنا مثلا بالنسبة لحركة العين عندنا إذا البب وتاعك العين كبر هنا ستكون كأنك تلقيت حاجة تفرحك فاجآتك إذا زعمت صغار أو لا هنا ستكوني تلقيت مثلا شيء الذي سيجعلك لا يمكنك تصدقي هذا الشيء لك تسمعي به داك عندنا حركة الحواجب أنا كنت أفعل ذلك سمحت منك شيء الذي خلت من أن تفاجأ فحواجب يطلعه داك أه 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 لا يعني هذو حركات لا إرادية هنا مقوموا بيها اه تخلينا نعبره على وشنا نسمعه أقول لك صنفر عندنا مثلا حركة الكتف أنا أقدر أن أضع لك هكذا نقصد بها بلي ما على بديش وش كاين ولا مفهمتش عندنا مثلا حركة الأنف عندنا مثلا تكون أنت تتكلمي وتحكي في شيء تبقى يتديري هكذا فهذا الشيء بين للشخص الآخر أنه أنت أكي تكذبين أو عن ما لا يستطق في كلامك مثلا أني قادم نبقى ندير هكذا حركات بيدية تقطاقة أو هكذا شيء هذي يبين توتر تاعك نعم حتى الرجلين لما نقعدوا نحركوا نحركوا كل أهدو نقعدين هذا شيء يبين بلي هذا الشخص راو مقلق ولا يعني كين كين توتر فهذا كامل نحن حركات نديروهم بلا منفيقوا أثناء حديثنا يخلونا يبينوا المشاعر لو كين داخلنا وحتى أنه يوصلوا رسالتنا أكثر أثناء الكلام الإبتسامة 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 حركة تلقائية يعني حتى لما تفرح ولا حتى تشوف إنسان تحبولا تفتسم بلا ما تنتظر كين إبتسامة صفراء وكين إبتسامة حقيقية كين إبتسامة حقيقية يقولوا أن الإبتسامة الحقيقية هي حتى العينين ديالك يضحكوا إبتسامة صفراء أشغل غير بلا ولي عدو لي غيرت كيف عش لا يضحك تكون مشاعرك جامدة في الإبتسامة الصفراء يعني ونطي كان يكزون زعما كل المشاهد الكالي مرغي يشوفينا كنت تحكي معنا ديلك حقيق صح أسكوها دي دخلت الله نعم شكت في كالاني وكيف تفعلوش لا تتأكد من من الشيء عن القفالة كين إبتسامة كين إبتسامة بلا كين إبتسامة بلا كين إبتسامة بلا سبحان الله نديروهم في الحياة اليومية نديروهم بلا متياق نعم نديروهم أهمية نعم نديروش دراسة خاصة كيف أهمني يبدأ يبدأ يمشي وكسيتارا عندما يروح لحاجات أنا أصدر ننطر خيرا اغياء هذا التصرف هذا التصرف نحن تتكلم من المرتبطة نحن نديرو نعياء 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 نرسي كامل يقولوا هكذا ولكن جوسيبا يقول لك ما يقدرواش يعبروا ملاحي سيبوغسك يعاونوا بيديهم الحركات اللي نقوم بها بالجسد تساعدنا في الكلام فكما قلت كاي ناس ما تقدرش تعبر ما تعملش تعبر في الكلام فالجسد تاعك واحد هو يعبر في بلاسة سبحان الله ولهذا تلقي لي عندهم الصم والبك لغة الإشارة سبحان الله يحب يقول هذه دراسة متعمقة سبحان الله وكيف يتواصح مع واحد باش تكون عندك لغة الإشارة سيدي جانسا وكين تانيك إشارة الفن واحد اللي ما يسمعش يقرش فتا سبحان الله هادي تانيك بحكة عندي واحدة قفة صغيرة فيها سببا بوكيني شوية فان نقرع لغة الإشارة عند الصم والبك يعني يا ربي سبحانه ووهبنا بالحركات ولا بيدينا ولا حتا نبرد صوتنا ولا اللي اللي قي غيماس اللي نديروهم بولنا يخلونا نعبرو كما قلت اللي ما يتكلمش عن يا صاحب الصم والبك ربي سبحانه أعطاهم اللغة الإشارة اللي يتمكنوا فيها سبحانه ومن سبحانك بارك مطموطة لكن انتي في المجال أستاذة يعني نبرة الصوت اللي يكمو فيها نحوزن أو شجن أو فرح نعم ماذا تقدري تفعله؟ شوف هو لما ذوك أنا أنا كون مع إنسان نعرفه يعني وكين علاقات هكدا وعش ربيناتنا فأنا حنلاحظ تغير في نبرة الصوت تغيره تلاحظها تغير تغير لما يكون فرحان لما تحس أنو كين تحزن لما تكون تعرف الإنسان فقط جو سيب من نبرة صوت تقدر تعرف وأنا حبيد نسمعه تجاوب وكان فيه محلواني قلت لك الصادق يكون غريب لك وتفهم ويفهمك عن طريق نبرة صوت نبرة صوت تعرف صح بالنسبة للحركات اللي رانا نحكي وعليهم أسكو هي حركات نقدروا نصحوها نقدروا كيفش نتعاملوا مع هذه الحركات لكي يكونوا في محلها مع التعبير دينا شوفي في الحقيقة هي حركات الإرادية يعني يقوم بها الجسم ولا يعطي العقل إشارة للجسم أن يقوم بها لكن نقدروا إذا أنت مثلا تخدمي على روحك تخدمي على ذاتك تقدير تحكمي في إشارك تقدير تحكمي أن أنت جالسة لا تحركيش يديك لا تتكلميش بتعابير وجهك فهذا يحتاج أنك تتعامل معه يحتاج إلى تدريب وممارس يحتاج إلى تدريب كذلك الشخص يكون عنده غموض كان بعض الأشخاص يتلقونهم غمضين حتى بالإشارة لا تستطيع تعرف الإنسان على طبيعته أو الحالة النفسية التي توجد فيها حاليا الغموض كيف سيكون لكي تكتشفي إنسان غامض إنسان غامض كيف تستطيع تفهمه هو صعب يعني لأن الإنسان الغمض يكون غالق على روحه غالق على مشاعره فأنك تقدر تفهمه هذا الشيء يطلب أنك تكون غريب منه إنسان الغمض هو أصلاً إنسان ما يعبرش فمن المستحيل أنك تعرف تقدر تعرفي أسروره وإلا شخصيته أصلاً هو ما يعبرش وفيما يخص أستاذ النرجسية هي شخصية صعبة التعامل معها الشخصية النرجسية؟ الشخصية النرجسية شخصة صعيد أنك تتعامل معه صعب أنه تتعامل معهم صعب تتعامل معه لأن كل خطرة يظهر لك شخصية جديدة متعددة الشخصيات متعددة الحالات النفسية نحن قدر نقوله من أصعب من أصعب الشخصيات ومن أصعب الحالات البشرية بس كل إنسان نرجسي بطبيعة الحالة متقلب الحالات متقلب الحالات وهو موضو أقوى ومتسلطن كذلك وتشوفي بلي إنسان عنده ميول الغرر بالنسبة مئوية كبيرة وحب الذات وحب النفس عدم إذا غلط ما يقولش مستحيل يقول أني غلط أخطر شيء أنه يكذب كذبة وهو يصبق خالف ذاته ويسردها من الجانب الآخر والأخطر من هذا هو أنه روني متأكدة أنه رك حب تلحق النقطة من هذا الكلام لأنه رك جبت لنا لان سوجي والأخطر تأكد ويقبت أنه ويقبت أن تلحق النقطة معنى لن تتكلم لن تتكلم لن تتكلم بأن نتكلم حسنا تعلينا. أوكي. داك. يقول الأستاذة نفسها في المنفس. هاد ال... وشان نتكلمه قائدين داخلها في عمور نفسها؟ ايه طبعا. وي. لكن هي اليوم رايما رايما ربوطها بموضوع معي. نتروح لهكذا لهكذا. يلا. عاود نقول للموضوعنا. كما قلنا هادو حركات لا إرادية احنا كبشر. أنو حنقوموا بها عادي. بلا ما نلاحظوا أنو نحن راينا نقوموا بهذا الحركات. لكن الشخص اللي مقابلنا راح يلاحظها. ورح يفهم كلامنا وتعابيرنا. ولا حتى مشاعرنا من خلال الحركات اللي عنا نديرو فيهم. خلال الكلام. احنا ممكن ما ناخدوش بالنا من هاد الحركات. ونقولوا بلي عنا نديروهم لا إرادية. ولكن هما يلحقوا رسائل الشخص اللي راهوا أنفات لنا. حتى أنو مرات يكشفوك هاد الحركات اللي تقومي بيها. إذا فتي تحبي تخبي مشاعرك ولا أكيد تكذبي كاش كذبة ولا هاد الحركات اللي تقومي بيها. لانت مرشي فايقة. هاد الحي يكشفوك قدام الشخص اللي كان هاد الحال انسان عنده معلومات على هاد الجانب. وممكن قرأ على هاد الامور. لا نقولوا ما نقولواش قرأ يعني عنده ديزيتشد. ديزيتشد. كنكون قرأ على هاد الامور فقط فقط على حركات الجسد. يقدر يقعد هو روي يحكي معك. يشوف الحركات اللي راك تدير فيهم ويميز. وش ركت هادر. سيفو سيفو ولا يقدر يأمن كل شوية شوية. في قادي لحظة حركاتك معا. وانا حساته بلي رو مرتاح. ما شاء الله. رو قاعد مرتاح هذه. ما شاء الله. ما شاء الله. المقدمات اللي راهم بي. كم أقول غرام ينشطوا معك. المواضيع قاعد في منتهى الروعة. الحالة النفسية تعالى. كم أقول لك الحركات وما هي معاني الحركات. النباتات. وكما قلنا حتى النباتات لها اهتمام. وانا نتكلم في مجال الاهتمام. الغيزو السوسي والحالات الإنسانية. يعني كل ها محتويات ومواضيع. يعني رح يستفاد للمشاهدة أكيد. وخاصة معك انتج. يجب أن تضع للمشاهدة أكيد. شكرا. وليا شرف أنا كذلك. أنا حبيت أن أذهب معك. لو فقط سمحت لناك. السيوجة تاك مازال فيها نقاط نحكي وليها. أنا حابة نروح معاه النقطة. لما سمعت الغنيا ما عودت وليت لها. رحنا ديغا كتوامو الفاصل. لكن أنا اليوب الدرك. ماذا بي تحكي لحكاية الغنيا اللي سمعناها. عمل فني اجتماعي يعيشه بزاف ناس. كما قالت الأخت مؤخرا سابقا تسعة وتسعين بالمئة. ويش؟ ودخل في الحالة النفسية أنك يكون عندك صديق وأفي وخاليل ورفيق درب. لمدة سنوات طويلة ومعاد في أخير الموطف يكون فيها غضر يكون في أخينا. ودخل في الحالة النفسية كيف تكون الحالة النفسية تاعل الإنسان اللي تلقى صدمة. لقى صدمة. ومدخلش في حالة يأس وحالة يعني من حالة الاكتئاب. الاكتئاب يعني أنا العمل الفني هذا كتبت وغنيت وكان كلمة شاعر الدكتور الفلسطيني رائد ناجي. ألحن تركيا وتسجيل هنا في الجزائر. راح يصور بإذن الله عن طريق فيديو كليب. راح يكون فيديو كليب تاني. بريمون بريمون حساس سنسيب. تجربتي لسنوات ماضت. وتجربت بزاف ناس. بسكو جمسوفيان كي درتان لايف صافي بخير. صافي بخير. ونتم درتان لايف يتكلم عن الحالة النفسية. خفت أني ندخل في حالة نفسية. والحمد لله ربي سبحانه عز وجل ما حبلش الدر. تواصلت مع بزاف ناس. لكاترة وأصدقاء اللي كان يعاشوا نفس المرحلة. يعني يقار فيك ما ليس فيك. ورغم مجهودة الجبارة اللي تعاملت معها. مع ذلك الإنسان اللي حبيت مقلبك. وبدون مصلحة. وبدون أي خلفيات. كيفاش حبيت نخرج من هالدوامة. وكنت ما زال ما تخرج للدوامة. كان الحادث جديد. وشوفي صافي سنكو. سيدوكا قولو تخوازن. غير كي لقيت روحي بلي مستعد. أني نغني وني أتكلم عن صداقة. وعن أقدر صداقة. باش قدرت ندخل الستوديو. وغنيتها بكل إحساس. وبكل جوارح. وغنيتها كومان كونساي. لأي واحد يقدر يتعرض. للصدمة التي تعرضتها أنا. وأنا لم أجدتني قوية. بس كوية. احتمال شخصيتي قوية. ولا أستسلم. لكن كان مزاف ناس نهارت. كان مزاف ناس نهارت. ودخلت في دومة الاكتئاب. وما قدرش تخرج منها. ولهذا تكلمنا على الغدر وخيانة الصديق. والإنسان قدمت ديلي فيه. الخير سبحان الله. وأنه الخير يكون رب يسبحانه عز وجل. تستقب لي الأسوأ. تستقب لي الأسوأ. تستقب لي الأسوأ. تستقب لي الأسوأ. تستطيع المساعدة. أراني معك. أنا أكتفك. وأنا سندك. وأنا صاحبك. وأنا أخوك. وأنا أحبيبك. وأراني هنا. وإذا كان عندك وضيفة الهم. وإذا كنت فيها مثل الحجلية. والقرب يراني يكون متواجد. إذا لقيت روحك وحدك. ما عندك سند وعندك. كل ما قدمناه لهذا الطرف الثاني. تستقبلين الأسوأ. ورغم المحبة لك. تسمحي من حقك. خطرات زوج ثلاثة. ودخولي. أحد الملحة فيه نشدها في هذا المكان. ما نقدرش نهدرمون هذه الهدرة. نقدر نرحل فاصل. كيف. كيف تكسح لنا. نتلقوا في الأعداد المقبلة. نروح فاصل المشاهدينا الكرام. باش نعودوا نكملوا السجيتنا. عبداليكم مشاهدينا الكرام. ونرحبوا بكم. في صباحكم ورد وفاد. السجل اللي نحكي وفيه. لازم لنا ممكن. واحد للربع أعداد أو خمسة. باش نقدروا نحكي وفيها. بيانك وميلفو. ماي الله غالب رانا مرتبطين بالوقت. ونروحوا نستقبلوا. اكرام. شوفوا شتابتنا. صباح الخير. صباح الخير ضيفنا اليوم وحضر معنا. صباح الخير مشاهدينا. وأوفي برنابس صباحكم ورد. ايدا اكرام الورقة الفنية اليوم. باش رايح نبدوها. اليوم ورقة فنية متنوعة. فيها أعمال فنية عربية. أعمال فنية جزائرية. وحتى مغنيين معنا. محضرين معنا اليوم. اليوم رايح نبدو بالمغني الجزائري. محمد بوليفان. هذا المغني اللي كما قلنا سابق. وحكينا عليه دجا. أنه أصدر أغنية. بوليفان نعم. أصدر أغنية مع موح ميلانو. اللي بعلوان الخاينة. اللي حققت نجاح كبير. وتجاوز عدد المشاهدات. تقريبا خمسة مليون مشاهدة. في أقل من عشرة أيام. وبين راه يحضر الأغنية جديدة. بعنوان أنانويت. هذه الأغنية اللي راح تطرح هذا الشهر. تحديدا في ستة فيفري. واللي راح تكون من إنتاج طارق حشمان. وإخراج أمين بوميديين. كما قلنا اللي راح تصدر في هذا الشهر. نتمنى له التوفيق. إن شاء الله تكون الأغنية ناجحة. كما الديو اللي دارو مع موح ميلانو. إن شاء الله يا رب. نعم نروح. نقدر نقول لك أنه مئة ألف مشاهدة غد. يعني. كنت تحبي. تحبي. نعم. 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 أنا جميلة لأننا نرى بوليفان. ودار أغنية اللي لا يوجد الكثير من اللي أطلقها. وراء نرى. نجح كبير. وبالمناسبة نحي مخرج لدار الكليب اللي هو صديق لي. لها شمي مستور اللي نوجه له تحية. قلوا بغافو على العمل اللي قمت به. ممكن من بين أجمل الأعمال اللي شفناها على الساحة الفنية. نعم. من الأغنية اللي كنت تتحدثي لها. لأنه كان أبرز الثقافة الجزائرية وعادات وتقاليد تعنات على الجزائر. كما اللي بسال حيك العادة التقاليد تعال العروسة التي تخرج من دار ببها. نحن نتمنى كما نشوف أن الجزائر دوكا اسمها راهوتراند في السياحة. ونحب هذا الأعمال لتعرف الثقافة الجزائرية. نزيد تروج للسياحة الجزائرية والثقافة الجزائرية. نروح الثاني أخبارنا الفنية. وهو جديد الدراما الرمضانية الجزائرية. والسباق الرمضاني العام ٢٠٢٣. ونحن نحكيه على عمل جزائري درامي. واللي اسمه الضامة. هذا العمل اللي راح يضم كبار وألمع نجوم الدراما الجزائرية. منهم بيونة. كما قلنا. واللي راح يشارك في كتابة السيناريو. السيناريست سارة بارتيما. واللي راح يكون من إخراج المخرج الكبير يحيام زاحم. واللي قالت السيناريست أنها تحب تخدم مع يحيى المخرج. لأنه يقدم لمسة فنية وإخراجية للعمل. وكما نعرفه السيناريست سارة هي اللي نشأته وقامت بالسيناريو تاع سلسلة تيموشا. اللي هو كان سيناريو نجح بأتم معنى الكلمة. ومن بين الممثلين اللي راح يشاركوا في هذا العمل الدرامي الرمضاني. كما قلنا. أسماء كبيرة. كما بيونة. مصطفى العريبي. موراد خان. بالإضافة إلى العديد من الوجوه الفنية والجزائرية الجديدة. كما نورهان زغيد. وكل من كاريمو دراجي. كان هذا العمل الدرامي اللي راح يدخل في السباق الرمضاني. لتعهد العام سنة 2023. ومن العمل الدرامي الرمضاني الجزائري. نروحوا للأعمال الدرامية العربية. واللي راح نحكيه على عودة السلسلة السورية الأشهر. واللي هي صابايا. مريم تفرجتي صابايا. طويل. بو ما قداش نقول لك أنه شفت كامل الأجزاء تاعد. ولكن كل ما شفنا. وليس صح شفت واحد ثلاثة ولا أربع أجزاء. ثم أغلبهم. راح نشوف عودة السلسلة السورية صابايا. هذا العام بعد غياب دام السنوات. واللي راح يكون الجزء السادس واللي اسمها صابايا فليكس. واللي راح كما نعرفه السلسلة اللي فيها العديد من الصابايا. اللي تقدمنا إنشغالات الشباب العربي بصفة عامة. نحن كما نعرفه السلسلة. إنهم مجموعة من الصابايا مديرين سكن مشترك. وكل واحدة عندها مشاكلها وطموحاتها وأحلامها. وأنا نشوف ضيف نارا هو شفت السلسلة السابايا. العديد من الصابايا. أهتم نشوف باب الحرارة أكتر على قصصابيا. واحدة عندما نشوفة للقي كاملات الشباب العودة. واللي راح نشوفة الوقت للونسلة السلسلة واللي كانت تتحدثت من الصابايا. في مجال الفن على بالك جو باين الطرب والمديح وبعض الأعمال الاجتماعية لكن أكيد نتمنى التوفيق لكل جزائري يقدم دان لبوز ويلحق سرطان نفو باش بخيزنطينا لنستهلوها بان كنتوني ياسي إن شاء الله وربي يوفق الجميع نحن نقول ولكل المجتهد نصيب سلم اللي اجتهد أكيد رح يلقى من نجاحاته نكملو في قيمة سلسلة السورية والي قلنا رح ترجع بجزءها السادس واللي رح يشاركوا فيها العديد من الفنانات كين اللي شاركوا دجا اللي رح نشوفوهم اللي شاركوا في السلاسل السابقة اللي رح يعودون نعم يشاركوا في هذه السلسلة كما جيني أسبر دمى بياعة وميرنا شالفون هذو اللي دجا شفناهم في السلاسل السابقة واللي رح تكون سلسلة سابايا من تأليف محمد أرديس وإخراج فادي وفائي. هذه السلسلة اللي قلنا رح تشارك احتهي في السباق الرمضاني سنة 2023. وبهاك نكون نهينا ورقتنا الفنية لنها اليوم. عودة لك زميلتي مريم. شكرا لك إكرام. دونك نشوف أن الساحة الفنية رهي نشيطة خاصة بعد الركود اللي عرفتوا في فترة الكوفيد. الآن نشوفنا بزاف أعمال عودة ترجعت كما صبايا كما صنغ أكاديمي كما الحنوى شباب كما كل هاد الأمور بعد الكوفيد اللي كنا شفنا فيها رمضان كملوا اللي تغناش تحوم بالسيف وكاين حتى اللي نقصوا حلاقات من السلسلة ديالون. وكاين اللي أعمال في الكوفيد ما شفناها مش تأجلت. تأجلت أعمال. ما رح تعودوا طرح رمضان سنة 2020. شويتري كنتونت اللي رايحين عودوا نشوفو قاتلين بيونة رايحين عودوا نشوفو مصطفى العريبي رايحين دونك إن شاء الله يا رب يكون أعمال ناجحة وكما قلت هي لكل مشتهدين نصيب وإن شاء الله يا ربي النجح للجميع احنا يا مشاهدين الكرام حبنا نختموا هاد القعدة بنصائح ممكن لأن الأغنية ديالك هي حكاية وحكايتك هي تجربتك حكاية وحكاية المريحين فمدبيا تمد نصائح على حساب تجربة ديالك أكيد بالطبع النصحة الأولى أنه الإنسان يقول مسبقا يعني نقوله الإنسان لازم يستعمل عقله قبل ما يخدم قلبه لأنه القلب يقدر يديك مباشرة ماشي نقوله اللهوية لبعض الاتخاذ القرارات الغير صحيحة ولهذا تحكيم العقل قبل القلب سيعطي نديجة يعني إيجابية لو بصلك أن نحكم القلب على الأقل حيث لك نتجة سلبية وتكون العواقب مش ممتازة يعني بصراحة العبارة التقرب والتعلق المفرط نتائجه نتائج سلبية كيما أقول لك أحب من تحب فإنك مفارقه يعني الإنسان قد من حبه إحنا الإنسان ونتعلقه به يكون أقرب ناسينا لكن عدنا أولويات لهما شكون لهما لبارونتنا ولدينا خاوتنا أقرب الناس إلينا ثم تأتي الناحية التي ليست من دمك وليست من عائلتك ولا حتى من أنسابك لكن إحنا وش نقول وإحنا نمد فرص النقطة الأولى أنك تحدد الموقع والذي هو الإنسان ثم تدرس العقليات كما يحب الخاطر وثالثا تتخذ القرار أسكن الإنسان مناسب كي يكون صديق ورفيق درب وإنسان نقرب الناس التي تقدر تأتمنه على أسرارك وإلى آخره وإن شاء الله نتمنى وكما أقول لك أن نلقاه الناس أو الأصدقاء المناسبة لما تكون غير مصلح جيئة لكن كل مصلحة طغات على العلاقات وعلى الصداقة أحبك لأنك مشهور أحبك لأنك عندك اسم لمالك لذاتك لجاهك لكن لا تكشف محبة في الله سبحانه وعز وجل اللي تقول نتمنى أن نلتقي عند الله رجلا تحبا في الله يجتمع عليه وفترق عليه ورهم الصحبة بك اللي تلقى وعند ربي سبحانه وعز وجل تشدي بيت صحبك ودخلها الجنة إن شاء الله نلقاه الناس يتقدر المحبة وتقدر نعمة الصداقة ونعمة تحب الصافي وربي يوفقنا لكل ما فيه الخير تبقى مجرد تجاري في حياته شوف عندي سؤالين أخيرين أكيد شغل طاكو طاكا روايه بركان هل ما زلت تتذكر هذا الشخص؟ أكيد أتذكره في الخير أكيد بالطبع إنسان كان عز على قلبي بزاف ونتمنى له كل خير ويعني بصراحة العبارة ولا تنسوا الفضلة بينكم كانت بين المودة ورحمة وصداقة وأخوة كنا أبناء تعمل مسجد نصلوا صلاة الله ونقوموا بالوجه بتاعنا علاقة من الوجه نتذكره بس كنا ما نعناش ونطاق ما نعناش ما نعناش الناس ماشي إنسانيين نتفكره الصديق ونتفكره الحبيب والخليل أكيد أتذكره ونتمنى له كل خير بصراحة العبارة ماذا لو عاده معتدرا؟ ماذا لو عاده معتدرا؟ المسامح كريم صحيح لكن لن أعود مستحيل لن أعطي الفرص أعطيت الفرصة مرة واحدة ثانية ثالثة لن أعطي الفرصة وسامح صح وكما قلنا المسامح كريم لكن أبدا سامح فقط والمياه لن تعود إلى مجالها لم تعود المياه إلى مجالها أبدا لن تعود إلا إذا صدفتني مع الصدفة شفت وسألقي السلام أما ما بعد السلام لا شيء بيننا كانت بيننا محبة لله وتنتهي تفرقة لله بس كورم بي سبحانه عز وجل إذا نحى من حياتك إنسان عارف بلي صفاك ما تبقى من حياتك هذا ما أقول شكرا لك عز وجل شكرا على واجب أشكرا على كرمي أستمتعت وتعلمت معك أكيد نحن تقنقى أنك أستمتعت وتعلمت معك ومع الأخت والتي كانوا تجاه مقبلنا هنا كانت حصة في منتهى منتهى الرواعة استفتت بزاف ووجيته سبونطاني بس كورو جيته فريمو آلاز معكم ورب إن شاء الله يجي بساعة الخير الحمد لله يا رب وإن شاء الله كما قلت ربي يجي بساعة الخير وربي وفقك يا رب وربي مجحك و كري يخرج الكليب رح تشفه أنتم اللوغة أكيد وطبعا ما بيأس شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وتكلمي عليه من الحياة الفنية إن شاء الله كي يخرج الكليب ديغك تؤمن في لغوبريك وفقك تؤمن إن شاء الله سيكون بسليب ما شاء الله إن شاء الله يا رب شكرا لك شكرا لك إكرام يا تكسحة ونتلقى في الأعداد المقبرة إن شاء الله وشكرا للمشاهدة مريم 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 سيباك خاف معليش تحية الأميرة طبعا ونبو شاهدين الكرام ونقول لكم يا تكم السحة لي تبعتونا ولي بقيتو معنا بالإضافة لنصائح لمدهم ضيف ديانا واحد وحاجة ما تستاهل في هذا الدنيا كي تكون عندك صحتك وليك تكون وصح وفي الأخير نقول لكم قاعدة لسوغير توجه الإبتسامة تحكم دائم مهما كانت الظروف نشكر الفريق تقني وصحوا في لخدمكم اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة